السلام عليكم اهلا وسهلا بكم. مرحبا بكم معي في وصفات امي امي ناجيحة. اليوم ان شاء الله سنشارك معكم طريقة في تحضير لبات ديال البيتزا بالفينو فقط. واحد لبات اللي كتجي هائلة كتجي غزالة كتجي رطبة يعني صارها تستحق التجربة بغض النظر على انني جربناها من قبل البيتزا من غير الفينو ولكن بالفينو فقط كتجي رطبة غزالة بزا. شاركت معكم ثلاثة ديال الحشوش شوات مختلفة لكي حضرت هذه البيتزا. ونشارك معكم نعطيكم واحد لاستوس باش تديروا البيتزا يعني مضورة وخا عندكم اللطة ديال الفران مربعة ولا اي شكل. المهم غتي نشارك معكم الطريقة باش تديركم البيتزا مضورة وفي نفس القياس. بسم الله على بركتي الله. غادي ندودون تعرفوا على الطريقة والمكونات. بالنسبة للمكونات غادي نحتاج جوج ديال كيسان ديال الماء يكونوا دافي. بالنسبة لهاد الكاس غادي نعبر به الماء. وغادي نحن وغادي نخلي لكم في صندوق الوصف. يعني العبار دياله بالميلي. وبالجرام طبعا. ازتعليهم واحد معلقة كبيرة ديال الخميرة ديال الخبز. ازتعليهم معلقة صغيرة ديال السكر سنيدم. او سكر حبيبات. معلقة صغيرة ديال الزعتر. راس معلقة ديال التوم بودرة. راس معلقة ديال الحار. هاد المكونات صراحك يخلي لابطك جي لديدة وبنينة بالزل. ووضفت القياس ديال الملحة تقريبا واحد راس معلقة. نصف معلقة ديال الملحة. غادي نزيد عليهم زيت الزيتون. غادي ناخد منه نصف كاس ديال زيت زيتون. هاد المقادير اللي غادي نعطيكم راها مضبوطة. غادي نديروها. غادي نديروها يعني ما غادي نزيدو لامة ولا دقيق. يعني المقادير كلها مضبوطة. اعطيتها لكم. إلا بغيتو تقيدو بها طبعا. إلا بغيتو تضعفو ولا المكونات كي يبقى على حسابكم. كنخلط هاد المكونات هادو كيف ما كتشوفو. وغادي ندفع لهم الفينو اللي هو دقيق القمح الصلب. ولا عدنا هنا يا معروف بسيمولا. غادي نضيف في الاول جوج ديال الكيسان. كيف ما اقضيكم الكاس باش عبرتني تلمى. جوج ديال الكيسان. وغادي نخلط. هاد طريقة راني ضيجة حطيتها معاكم. هلاش كنتعمدها وكنديرها. انا في بزاف المخبوزات ديالي تقريبا كلهم كنديروها. كنديرها. باش ما كنت تعدبش في العجينة نهائيا. كنخلط اولا بالفوية كيف ما كتشوفو. حتى كي يبقوش كي يبنو لي ذاك الحبيبات ديال العجين. كنخلط مزيان كيف ما كتشوفو. من بعد عاد كنضيف الكمية المتبقية ديال الدقيق. وف هاد المرحلة يعني غير ك كنخلط العجينة كتتخلط لي وكتشمع معايا بسرعة. حطيتها معاكم في الخبز حطيتها في معاكم في بزاف ديال المخبوزات. المهم مؤولات عندي معتامدة لانها صراحة افكاس فعالة بزاف بزاف. سوف يزد جوج كيسان ووحدين اخرين كيما قلت لكم العبار راه مضبوط يعني. جوج كيسان ديال الماء ربعة ديال الكيسان ديال الدقيق الفينو. سوف يكن جمع العجينة ديالي ما كنزيدها حتى شي حاجة. كنجمعها بطريقة سهلة وبسيطة. ما ندلكهاش نهائيا كيف ما شفتوه. كنحصل على هاد القوام كي تلسق في اليدين خفيف تقريبا بحل العجين ديال السفنش. هدي نخليها على هاد القوام. باش كتجيني لابات ديالي رطبة ما كتجيش قصها معي. وكتجي زوينة. درتها دنتها بشوية ديال زيت غي باش ما يتلسقش ليا البلاستيك فيها. وغدي نغطيها ونخليها تخمر نزيان. ونبعد ان شاء الله نشوفوها. هنا العجين ديالي خمرات. مزيان. لماذا ما كتأخش بزاف ديال الوقت في الخمير. ما عرفتش حال غدت مني ولكن من ضغية خمرات. سفي كنحاول نخويدك لهو اللي فيها. وكنضربها بحال كنضرب العجين ديال السفنش. على هاد الشكل هادا. وغادي ندوزو نشكلوها. هنا انا غادي نشكلها. لحسب اش بغيتو من وحدة. يعني لحش حال بغيتو ديال البيتزات. بغيتو جوجو بغيتو تلاتة بغيتو تاربعة اللي بغيتو. هاد القياس يقدر يخرج لكم اربعة ديال البيتزات يكونوا هكا شوية صغار. بغيتو البيتزات يكونوا هكا شوية متوسطين. ديروا ثلاثة. انا درتهم ثلاثة ديال. قسمتهم على ثلاثة ديال الكويرات كيف ما كنشوفو. كنجمع العجين ديالي طريقة عادية كيف ما كنجمعو الخبز ديالنا. سفي وغادي نحطهم هنديرهم فوق الورق. وغادي نخليهم هكاك واحد القياس ديال العشرة الدقائق. هكاك حتى الاربع ساعي اللي بغيتو. منهم انهم كي عاود يخمروني المرة الثانية. منهم انهم فاشكنجين بسطهم. كي يجيوني ساهلين. فاصيل انانين بسطهم بكل سهولة. هدا هو الضور ديال اللي خليتم ديال كاربع ساعة. هادي نعطيكم هنا واحد الاستيوس. الى بغيتو مثلا تكون جيكم هاد البيتزات ديالكم مدورة. وفي نفس القياس. هادي تاخدوها كواحد البابي كيف ما كتشوفو. هادي تحاول تطويوه كيف ما كيبن معاكم. كنطويوه على هاد الشكل. المرة الليولة المرة الثانية. مية مرة الفيديو واضح. ها بحاول تنقرب منكم هاد الفكرة. باش تخدموه على هاد البابي. وخيكون عندكم مثلا المولات واللطات ديال الفران مربعين. اغفل غالي برا كيكونوا عدنا مربعين. واحنا بغينا البيتزاجي فيهم مدورة. كنخدموها على الكاغط. يعني انا اعطيتكم الطريقة كيفاش كتنصنعوا واحد الكاغط اللي هو مدور. وكان ناخدوا العجين ديالنا. وكان بسطوه فوق ذاك الكاغط. باش ما كنخرجوش على ذاك لفورم ديال الكاغط. وبالتالي كيجيو البيتزاجي ديالنا مقادين. وعندهم نفس يعني نفس الفورمة. ومدورين. وخاهنا غادي نحطوهم مثلا في طاوة مربعة. هادي غي مجرد فكرة. اقتصمتها معاكم اللي بغاتها طبعا. سفي في الطريقة ديال البسط. كنحاول ندفع الهواء لبرا بالرأس الرؤوس الاصابع ديالي. كيف ما كتشوفو. باش كتكون عندي واحد الحاشية. كنحاول ندفع الهواء كيف نحاول كيف ما كيف مشيت مع الفيديو. كيف ندفعو لهواء يخرج. كيف يكون لكم واحد الحاشية كيف نرى مبينة. يعني الطريقة لها باينة كثير ما أنا نحضر. سوف يمكن نهزو الأخور ديالي بكل بساطة بعد ما كنتشكها بالفورشي. وهنا غادي ندخلها الفران غادي تطيب لي يا نسطيبة. أنا درتهم بثلاثة في مرة واحدة. شعلت الفران على درجة عالية. 120 درجة حتى سخن. ومن بعد دخلت لهم بثلاثة دخلتهم في مرة واحدة. صافيت واحد. ما كملت شي عشرة دقايق هاكك. صافي وخرجتهم. غير كتشد لي راسها. ها الطريقة غير باش تشد البيتزا راسها. وباش مني ندير المكونات الاخرين كيف ما كتشوفو ضيجة واجدين وطيبين. ما كيخدوش معانا بزافة لوقت وما تتحرقشين البيتزا ديالنا. العمارة اللولة. كيف مما شفتوني. درت ماطيشا. درت عليها شوية ديال الجبن. أولو تطا فريت. هذه الحشوة اللولة. إلا بغ ها الولدات. كيبغي وكيحماقوا على هاد الحشوة هادي. ديال البطاطا فريت صراحة. صافي ومن الفوق. ضفت ليهم كإضافة هادي. درت لهم الفرماج ديال السوندويتش. اي فرماج عندكم اشي مشكي المهم. هادي يغي كإضافة. صافي غادي ندخل هاد البيتزا ديالي. طيب. البيتزا الثانية احتها هي. درت لصوص ديال ماطيشا. انا عندي جاهزة ولما كانتش عندكم غادي ستبريباريوها طبعا. ضفت ليها واحد الكيمياء من الجبن. وهنا. ضفت ليها واحد الكيمياء من الكفتا. اللي ضيجا شحرتها في المقيلة. مهم شحرتها واحد جو 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 دقائق هاكاك. صافي وضرتها هنا يا. وضفت ليها واحد. شوية ديال البصل. اللي مقطع شرائي حرقاق بزف بزف. وهناك اختياري شوية ديال كورنيشو. وشوية ديال الزيتون الاسود. الحشوة دائما كان قوليكم اختيارية. انا غير بغيت نشارك معكم هاد الاقتراحات. ماشي اوبليجي انكم تديرو. تديرو اللي متوفر. واللي كي يقول لكم. لوليدات ديالكم. بالنسبة للحشوة التانية احتها هي. كيف مما كتشوفو. كان دير اللاصص ديال ما طيشا. من بعد كان دير الجبن. هنا غادي ندير طون. ندي واحد العلبة ديال الطونة هنا يا. صافي غادي نضيفها. وغادي نضيف واحد الكيمياء من البصل. غير شوية هكا. غير كتكون القييقة بزف. باش تغيقة طيب معنا. يعني البصلة لها كتعرفو. ضغية كالدوب. حتى اضغط لها شوية ديال كورنشو. وشوية ديال زيتون. الاسود. هاده هما. الاقتراح ديال الحشوة. وكي بقى لكم. تفنون. يعني. كيف ما بغيتو. تصايبوا البيتزا ديالكم. كندخلهم الفران المرة التانية. نهائيا ما كي يخدوش معي الوقت. حتى هما كيتحمروا. كي يخدو هاد الوين. صافي تغير كيدوا بذيك الفرماج وكيتحمروا ذيك الجوانب. كالطيب بكل سهولة. كانوا هاده هما البيتزا ديالنا. هاده ديال البطاطا. والاولى ديال الكفتة. والاخرى ديال الطون. بصحة وراحة. انتمنى الفيديو دياليوم يلقى لنا الاعجاب ديالكم الى فيديو قادم. ان شاء الله بحول الله.